بالحقيقة لا بد من الإشارة إلى قانونية أو دستورية هذا القانون قانون ساتليغو كلنا يعلم المادة 49 من الدستور العراقي أشارت بأن الانتخابات تجري بطريقة الانتخاب المباشر وبشكل عام لكل مئة ألف مواطن يمثلهم برلماني واحد أو مرشح واحد وبالتالي هذا القانون حقيقة يتقاطع مع الدستور العراقي التي أشرنا إليه كما أشارت المادة 49 ولا يجوز تشريع قانون من هذا النوع حقيقة يعطل بشكل كبير عمل الأحزاب الصغيرة وحقيقة يقصي ويهمش الشخصيات التي ترشح بشكل منفرد هذا من جانب الجانب الآخر أنا أعتقد الكتل السياسية الكبيرة يبدو أنها مصر على تمرير هذا القانون بعد أن تأكدت يقينا أنها فقدت قدرتها التمثيلية بالشارع العراقي بسبب الفشر الكبير التي منيت به هذه الأحزاب منذ سنين طويلة هذا من جانب الجانب الآخر والمهم بالتأكيد كما تفضلت من أجابة على سؤال حضرتك أن الشارع العراقي يغلي الآن لأننا نعلم يقينا أن مجالس المحافظات كانت من أهم البوابات للفساد والمحاصصة الطائفية والتي تم إلغاءها بتشريع من البرلمان العراقي في عام 2019 بناء على طلب المتظاهرين من ثوار تشرين في عام 2019 في حينها وبالتالي العودة إلى هذه المجالس المحافظات بهذه الطريقة وبهذا القانون حقيقة ينظر بخطر كبير في المشهد السياسي حقيقة الكتلة السياسية الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي في العراق ترى أنه لا خيار أمامها إلا هذا القانون بغيره ستكون خارج العملية السياسية قطعا هذا الموضوع حقيقة مهم جدا وحساس وبالتالي نأمل على مجلس النواب ونأمل من الوطنيين في مجلس النواب ونأمل من الأحزاب الوطنية والمستقلة أن حقيقة تأخذ على محمل الجد هذا الموضوع ولن تسمح للكتلة السياسية الأخرى أو لمجلس النواب التصويت على هذا القانون حتى لو تم التصويت عليه جزئيا إذا تم التصويت عليه كليا فهذه ستكون مشكلة كبيرة وخاصة المادة 19 منه أنا أعتقد أن الانتخابات المقبلة مجالس المحافظات ستكون حقيقة احتفال التزوير فقط لا أكثر احتفال التزوير وستفتح أبواب كثيرة للفساد وستفتح أبواب كثيرة للمحاصصة الطائفية لا ينتفع منها المواطن العراقي أبدا ولن تنتفع منها العملية السياسية ولكن حقيقة ينتفع منها المنتفعون في المشهد السياسي الذي أثبتوا فشلهم عبر السنين الماضية ترجمة نانسي قنقر